تحدث الأسترالية سوزي والشام والبولندي بيوتر لوبوتزينسكي الرياح العاتية والأمطار الغزيرة للحفاظ على لقبيهما في صباق لسعود بورجيفال في فرنسا الصباق وهو ضد الساعة يغادره كل ثلاثين ثانية مجموعة من المتصابقين الذين لا يحققون الزمن المستهدف شارك فيه 130 رياضيا تجنب المصاعد وتصابقوا على صعود أدراج البرج وعددها 1665 درجة وكذلك والشام فازت في صباق السيدات للعام الخامس على التوالي بعدما أنهت المسافة في 10 دقائق و16.57 ثانية